السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه العسل الأبيض الفايدة العظيمة فوائد العسل الأبيض للأطفال فنروح نجري على طول وجايبين العسل الأبيض ونحطه لطعام الأطفال أو على طعام الأطفال ونخلط ده مع ده ونديه للطفل ونفرح جدا لما بنلاقي أن الطفل بيأكل الأكل اللي محتوط عليه عسل أبيض طبعا ليه لا؟ لأن العسل طعمه مسكر والطفل بيستسيغ أي شيء طعمه مسكر فبينهال عليه جدا والحل السهل السريع هو أن انت حط سكر حط عسل على الأكل وبالتالي الطفلك بيأكل وبيتغزى ووزنه بيزيد طيب كلام ده كله كلام مش جميل مش كلام جميل لا ده كلام مش جميل ليه بقى؟ لأن العسل الأبيض قبل بلوغ الطفل عام على الأقل أو على حسب بعض الدراسات بتقول لعشر شهور بس خلينا نبقى في الجانب الأضمن سنة مفيش حاجة اسمها عسل أبيض لطفل قبل سنة خطير جدا ممكن يعمل مشكلة ممكن يؤدي إلى تسمم غزائي للطفل الكلام ده إيه؟ طيب مبدئيا هو كل حاجة مفيدة نقدر نبديها للطفل الناس اللي بتقعد تهاجم المعلومة هي مش بتهاجم نحن هي بتهاجم المعلومة وعندها يعني انغلاق على معرفتها وتأثرها به الأثر الجميل بس الأثر الجميل ده مش متقل الطفل الرضيع متقل لك أنت العسل الأبيض حلو لك أنت حلو للأطفال بس مش قبل سنة مش كل ما هو مفيد نقدر نديه للطفل مش كل ما جاء في السنة النبوية السنة النبوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يقل أن هذا الأمر للأطفال الرضع افهموا بقى أن في حاجات ما ينفعش نديه للطفل الرضيع طب ما هو الحليب حلو تقدري تدي الطفل حليب الأبقار وهو رضيع قبل ما يتم سنة؟ لأ طب يديه كده لطفل أنت بتموتيه أنت ممكن تتسببيله في بلاوي سودة لما تديله مثلا حليب الأبقار وهو المعدة بتاعته ما تستحمله طيب ليه بقى ما نديه العسل؟ إما أنا بحط يعني معلقة صغيرة هيحصل إيه لو حطيت معلقة صغيرة على الخضار وعلى على مش عارف إيه عشان الطفل يأكله وربنا يعني ذاكر العسل في القرآن يا جماعة نفهم بقى فيه حاجة اسمها حرب جوه الأمعاء عن دخل الليه كلهم حرب ما بين البكتيريا النفعة والبكتيريا الضرة اللي ممكن تيجي من برا إيه الكلام ده؟ جوانا في الأمعاء بتاعتنا بكتيريا نفعة بكتيريا نفعة بكتيريا صديقة لما بتلاقي أكل فيه جزء من البكتيريا الضرة اللي ممكن تعمل مشكلة للإنسان ديه بتقضي على ديه فبيحصل توازن دايما فالإنسان الحمد لله بيستفيد من فواد العسل والمشاكل اللي ممكن تيجي منه بتقضي عليها البكتيريا النفعة خدوا بالكم البكتيريا النفعة دي لسه ما تكونتش ولسه ما تواجدتش بشكل كافي في الطفل الرضيع قبل بلوغه العام الأول وفيه في العسل الأبيض عسل النحل بعض أنواع العسل هتعرفيها إزاي؟ ما انتش عارفة ممكن تتواجد فيها بكتيريا ضرة أمال مش بتأذين ليه أرجع كرة تاني عشان إحنا الكبار أو الإنسان لما تخطى عامل أول على الأقل بقى عنده بكتيريا نفعة فبتقضي على البكتيريا الضرة اللي ممكن تتواجد في العسل الأبيض فبالتالي بيحصل توازن إن إحنا بناخد الفايدة بتاعت العسل الأبيض وما بننضرش من البكتيريا الضرة اللي ممكن تتواجد في العسل الأبيض إنما الطفل قبل سنة لسه البكتيريا النفعة دي مش موجودة بشكل كافي فبيحصل هجوم في بعض الحالات واحدة هتيجي تقول طب إيه ده؟ ده أنا ديت أطفاله إيه؟ عسل الأبيض ومحصل لهمش حاجة بنقول يا جماعة في بعض الحالات تقدري تجزمي وتعلمي الغيب إن أنت طفلك مش هيتصاب أو هينجو منها ما تعرفيش دي حاجة بإيه دربنا سبحانه وتعالى كل اللي عليك إن أنت تتخذي السبل وتخذي بالأسباب لو في حاجة فيها شبه الضرر بلاش منها خالص في حرب ممكن تقوم دلوقتي البكتيريا الضرره نزلت ساحة المعركة اللي هي أمعاء الطفل الرضيع قبل سنة ما لقيتش هذه البكتيريا اللي هي النفعة فأصبحت الساحة فضية لها فممكن تعمل إيه؟ تفرز سموم في أمعاء الطفل هذه السموم ممكن تؤدي إلى التسمم الغذائي ممكن التسمم الغذائي ده يؤدي إلى مشاكل جسيمة في الجهاز العصبي للطفل مشاكل جسيمة في الجهاز التنفسي للطفل وممكن لا قدر الله بعد شرعا أطفالكم تؤدي إلى إنهاء حياة الطفل الرضيع في بعض الحالات نتيجة إصابته بالتسمم الغذائي اللي جاله عن طريق إيه؟ عن طريق بكتيريا ضرت وجدت في الأمعاء وملاقيتش اللي يدافع أو اللي يقضي عليها واللي يدافع عن الأمعاء اللي هي البكتيريا النفعة عشان كده العسل الأبيض بيبقى موجود في بكتيريا ضر هذه البكتيريا يعني في موجودة في بعض أنواع العسل مش هتعرفيها طيب إيه السبب التاني اللي يخلي العسل الأبيض مؤجل شوية لبعد بلوغ الطفل عام فيه إنزيمات بتهضم السكر في الأمعاء هذه الإنزيمات لما بتهضم السكر في الأمعاء بيبقى الإنسان قادر على التعامل مع السكر فما بيحصلوش انتفاخات والغازات هذه الإنزيمات لم تتكون بعد في أمعاء الطفل الرضيع فبالتالي بتديه له عسل بيبقى عنده مشكلة الغازات وانتفاخ البطن والمغص والبكاء الشديد ورفض الرضاعة ونتيجة إيه؟ مزاجه اللي تعكر نتيجة هذه الغازات طيب في بعض الناس بيحطوا العسل الأبيض على الأكل عشان الطفل يرضى يأكل في بعض الأمهات أبداعت كمان أكتر واكتر حطت العسل الأبيض على الدجاج واللحوم أصبح الطفل حسة التزوق بتاعته فيها لخبطة البرنامج بتاع التزوق بتاعه طلخبط اللحوم الدواجن طعمها إيه؟ حلو ولا حادق؟ لا حلو يوم ما ييجي ياخد بقى الطفل لما يجبر يجي يأكل الدواجن أو اللحوم؟ لا أنا عايزة مسكرة يا حبيب قلبي دي حوادق حاجات تتاكل ملحة مش مسكرة لا عايز كل حاجة في حياتي طعم السكر فيها لأن حضرتك أو حضرتك بواستيله حسة التزوق عنده منذ نعومة أظافره فهتستجيبي لرغباته لأنه مش هيأكل فبالتالي السكر هيزيد عنده السكر ده السكر الزيادة في جسم الإنسان مش في جسم الطفل بيزود الالتهابات أي حاجة بسيطة كده لو أي طفل عادي هيقدر يقومها هو مش هيقدر يقومها نتيجة أن السكر هيعيق مقاومة الجسم للالتهابات طبعا السكر المتزايد العسل السود بقى مفيد ولا مش مفيد نعمل معاملة العسل الأبيض العسل السود حلو جدا لعلاج فقر الدم والأنيميا عند بعض الأطفال اللي عندهم أنيميا بس برضو مش قبل سنة ليه؟ لأنه سكر لأن إنزيمات هضل السكر في الأمعاء لم تتكون بعد ده ملخص ليه؟ مش مفروض أن احنا ندي عسل أبيض أو عسل اسود قبل بلوغ الطفل عمر العام وحتى بعد بلوغ الطفل عمر عام كل شيء بمقدار بسيط دون إفراط في إعطاء الطفل أي حاجة طعمها مسكر ولو حتى كانت هذه الأشياء هي العسل ليه؟ عشان ما نزودش السكر في جسم الطفل مشكرك وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته